لا تزال الفواكه والخضروات المستوردة من الكيان الصهيوني تغز الأسواق المحلية بكميات كبيرة حيث بلغت فاكهة المنقى ما يقارب 263 طن في حين بلغت كميات الكاكة الصهيونية المصدر 78 طن الشهر الماضي ويأتي تضاعف استيراد الأردن من المنقى والكاكة الصهيونية في وقت لا تزال فيه وزارة الزراعة تلزم المستوردين بقرارها الصادر قبل عامين والقاضي بضرورة تمييز المنتجات الزراعية الصهيونية من خلال وضع ملصق عليها يشير إلى مصدرها لغايات تخيير المستهلك بين شرائها أو العزوف عنها يعني بعض الزبائن بس يعرفوا أنه إسرائيلية ببطل يشتري والبعض ما بيوتب ما بيثريق معه يعني وما أنه أسطن الحكومة بنزلتها وجابيتها إسرائيلية فالشعب بدي يوكل يعني شو بدي يكون المشكلة إلا أن عددا من تجار التجزئة لجأوا إلى التحايل لإخفاء مصدر هذه الفاكهة الصهيونية وذلك بإفراغ شحنات هذه الفاكهة من العبوات الكرتونية وإزالة الملصق عن الثمر تمهيدا لبيعها للمواطنين بشكل يخالف تعليمات وزارة الزراعة والجهات الرقابية تجار التجزئة الذين يبيعون هذه المنتجات الزراعية يؤكدون أن من شأها من قلقيليا في فلسطين ولا علاقة لها بالعدو الصهيوني مشيرين إلى أن العدو الصهيوني هو من يضع الملصق على الثمر لاعتبارات استعمارية المنجة والبقاتة وهذا كله مزر من الضفة الغربية الليب اليوم بطلع منه بطلع المزر من مزارعين الضفة الغربية لازم يحط عليها إنتاج إسرائيل إنتاج إسرائيلي وهي أصلا إنتاج مزارعين الضفة الغربية وبحط عليها لازم الإسرائيلي حط عليها إنتاج إسرائيلي تطلع كيف إنتاج الأردن الشوبك التفاح فيما أكد مواطنون مقاطعة المنتجات الصهيونية كون شراء هذه المنتجات الزراعية يعود بالدعم على حكومة العدو وآلته العسكرية التي توجه إلى أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل بالإضافة إلى أنها غير مضمونة من ناحية صحية والله ما بشتريها صدقا نفسيا يعني ما بعرف نوعيتها جيدة أحسن من قدرتنا الكاكة هاي الإسرائيلية تطلع حلوة والأفوكاتو طيب بس لأنها إسرائيلية بشتريها فقط لأنها إسرائيلية إذا بعرفها إذا ما بعرفها بمشي عليه الموضوع والله المنتجات الإسرائيلية بالبلد عندنا هنا ما برغبوها الناس أولا بيخافوا من الهرمونات اللي فيها قبل شوي الشب يعني كان واقف حكى أنه هو ما بتقبل أنه بيشتريها نفسيته بس إحنا بالنسبة لي أنا ما بتقبلها لأنه من خاف من المواد الكيموية اللي فيها والهرمونات الزائدة اللي فيها بشعب هم بيعتنوا فيه بس العرب ما بيسألوا عنه المهم إنهم يمشوا بضاعتهم وكان الله بسر عليهم لأنهم عدوين إسرائيل كيف إننا نشتريها؟ المنتجات الإسرائيلية إذا بتلاحظ ما بتلاقي إلها بديل يعني كاكا ما فيش إلا من إسرائيل أفوكاد ما في إلا من إسرائيل منقا ما في إلا من إسرائيل المفروض إنها الحكومة أو مستصف الزراعي أو الناس المعنيين هم اللي وفروا البديل عشان المواطن الأردن نشتري منها إحنا ليش إحنا بناش نشتريها؟ أنا ما بشتري للفواكد الإسرائيلية عشان خايف من الهربونات ولا خايف من أي شيء لأنا أنا متأكد تمام إنها سليم 100% بس أنا بقول لك بشترهاش لأنه هذه هي خطوة أولى للتطبيع وتعتبر تطبيع مباشر وعلني يعني ترجمة نانسي قنقر